أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فتح سفارتها في كييف أمس الأربعاء بعدما أغلقتها لمدة ثلاثة أشهر بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وفق ما أعلنت وزارة الخارجية وأعينت بريجيد برينك سفيرة في أوكرانيا وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين في بيان دافع الشعب الأوكراني بمساعدة أمنية منه عن وطنه في مواجهة الغزو الروسي غير المبرر ونتيجة لذلك رفرف العالم الأمريكي فوق السفارة مرة أخرى وأضاف نقف بكل اعتزاز إلى جانب الأوكرانيين ونواصل دعمهم حكومة وشعبا في وقت يدافعون فيه عن بلدهم في وجه حرب الكريملين القاسية كما سماها القائمة على عدوان وذلك في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء